بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أهلا بكم طلاب وطالبات الصف الرابع الابتدائي أهلا بكم طلاب الصم وضعاف السمع مرحبا بكم جميعا في بداية الفصل الدراسي الأول في هذه السنة وهي الصف الرابع الابتدائي أيها الأحبة سوف ننطلق سويا بإذن الله سبحانه وتعالى في هذا الدرس وأنا معكم في مادة لغتي الجميلة في الصف الرابع الابتدائي الفصل الدراسي الأول أيضا يكون معي معلم لغة الإشارة الأستاذ محمد القباشي أيها الأبطال نبدأ دائما في بداية كل سنة مراجعة مكتسباتي السابقة وما المقصود أيها الأبطال بالمكتسبات السابقة أي هي ما تعلمته من مهارات وعلوم في السنوات السابقة فآخر سنة درسناها وهي العام الصف الثالث أيضا بما قبلها في الصف الثاني وفي الصف الأول وسنلاحظ اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى بعض المواضيع والمهارات سبقا درسناها في الصف الأول وفي الصف الثاني وفي الصف الثالث الابتدائي نبدأ الآن بإذن الله سبحانه وتعالى وعلى بركة الله نذكر الصف الرابع الابتدائي الفصل الدراسي الأول المادة لغتي الجميلة إذن موضوع درسنا اليوم مراجعة مكتسباتي السابقة معكم المعلم أحمد بن شائع القحطاني أيضا بمساعدة زميلي الأستاذ معلم لغة الإشارة الأستاذ محمد القبيشي نبدأ أيها الأبطال بأول مهارة وأول معلومة اكتسبناها وهي اللام الشمسية واللام القمرية لدينا مجموعة أهداف سوف نتطرق لها بشكل سريع ماذا أريد أن أستذكر من اللام الشمسية واللام القمرية ما هدفها أيها الأبطال سوف نراجع ونتستذكر ما تعلمنا عن اللام الشمسية واللام القمرية من حيث ما معناها كيف نقرأها إلى آخره أيضا نتذكر الحروف التي تأتي بعد اللام الشمسية واللام القمرية طبعا ألف واللام سواء نقرأها اللام أو الألف واللام في هذه الطريقة جميعها صحيحة أيضا نتذكر حركة الحرف الذي يلي اللام الشمسية وحركة الحرف الذي يلي اللام القمرية نبدأ أيها الأبطال في كتابنا لغتي في هذه الصفحة سوف نتعرف أو سوف نستذكر الفرق بين اللام الشمسية والفرق بين اللام القمرية قبل أن أقرأ ما هو مكتوب هنا في اللام القمرية واللام الشمسية أريد من الجميع أن يتابع معي أريد من الجميع أن يتابع معي أولا اللام الشمسية ما المقصود باللام الشمسية أيها الأبطال نفكر قليلا نستذكر جميل جدا ما شاء الله تبارك الله المقصود باللام الشمسية هي اللام التي تكتب ولا تنطق أو الشمسية تكتب ولا تنطق تكتب ولا تنطق كيف يكون سوف نتعرف عليها الآن في بعض الكلمات الحروف التي تأتي بعدها هي هناك حروف تأتي بعد اللام سوف تبين لي ما هي هل هي اللام شمسية أم لام قمرية اللام الشمسية لها عدد من الأحرف تأتي بعدها مباشرة نبدأ الآن أيها الأبطال مع هذا الجدول بداية لدي حرف التاء وحرف الثاء والدال والذاء والسين والشين فقط هذه الحروف أيها الأبطال أحسنتم نرى ما تبقى لدينا من الحروف حرف الصاد وحرف الضاد والطا وحرف الضا والنون واللام قبل أن نأخذ أمثلة عليها أريد من الجميع أن يركز معي كيف تكتب اللام الشمسية وهل تنطق أم لا أحسنتم لا تنطق أريد أن أركز على هذه النقطة أن اللام الشمسية لا تنطق أيضا سوف أركز على الحرف الذي بعد اللام إذن لدينا الثم يأتي بعده حرف أريد التركيز على هذا الحرف كما ظاهر لدينا الآن ولديكم الحروف التي تأتي بعد اللام الشمسية هي التاء والثاء والدال والذال والسين والشين أيضا الصاد والضاد والطا والضا والنون واللام نبدأ الآن نأخذ كل حرف ونطبق عليه قبل أن أبدأ أنا وأقوم بوضع أمثلة أريد منكم الآن أن تطبقوا حرف التاء وتدخلونها بعد اللام الشمسية بكلمة في كلمة من إنشائك جميل الكلمة هذه الكلمة التي فكرت بها وفكرت بها نريد الآن أن نطبقها الآن بهذه الطريقة ركز معي الآن حرف التاء مثل تمرة وضعت قبلها اللام الشمسية ثم أعيد قراءة الكلمة مرة أخرى ثم أعيد قراءة الكلمة مرة مرة أخرى التمرة التمرة نلاحظ ونركز أيها الأبطال هل نطقت اللام التمرة أعيد وأركز وأستمع جيدا التمرة أحسنتم وكأني أقرأ الألف ثم التاء نعم وهذا النطق الصحيح لللام لأنها لا تنطق كما هو موجود لديه في توضيح اللام الشمسية إذن لا تنطق صحيح لم ننطقها أيضا أحسنتم لا تكتب عفوا تكتب ولا تنطق إذن التمرة نستمر أيها الأبطال في الكلمات التي بعدها تستطيع أن تضع كلمات وتفكر في كلمات بارك الله فيكم جميعا فمثلا حرف الثاء الثوب نقرأ جميعا الثوب الثوب نقرأ بصوت واضح وعالي الثوب أحسنتم أيضا الدرس الدرس كرروا معي أيها الأبطال بارك الله فيكم جميل الدرس ممتاز ممتاز الكلمة التي بعدها حرف الذا الذرة 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 نكرر حرف السين السحاب السحاب حرف الشين الشمس الشمس طبعا تلاحظون أن كلمة الشمس قريبة من الشمسية فيسهل علي التفريقة بارك الله فيكم إذن هذه كلمات لهذه الحروف وهي كلمات في اللام الشمسية بارك الله فيكم نكمل أيضا بشكل سريع حرف الصاد وحرف الضاء والطاء والضاء والنون واللام أيضا نفكر في كلمات نفكر في كلمات معكم نصف دقيقة نفكر بشكل سريع حرف الصاد حرف الضاد الطاء والضاء والنون واللام جميل جدا ننظر الآن مثال على كلمة مثال لحرف الصاد كلمة الصلاة 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 أيضا حرف الضاء الضفدع الضفدع نكرر حرف الطا الطاولة حرف الضاء الظهر حرف النون النمل حرف اللام الليمون الليمون أيضا بنفس الطريقة أيها الأبطال نستطيع أن نطبق هذه الكلمات حرف الصاد صلاة نضع قبلها اللام أحسنتم فتصبح الصلاة وهكذا مع بقية الكلمات إذن بشكل بشكل مختصر للحروف الخاصة لللام الشمسية هي عددها 12 حرف وهي التا والثا والدال والذال والسين والشين والصاد والضاد والطا والضاء والنون واللام جميل جدا الآن أيها الأبطال ننتقل إلى ننتقل إلى حركة الحرف الذي بعد اللام الشمسية نركز على الحركة هذه أيها الأبطال حركة الحرف الذي بعد اللام الشمسية أذن هنا في حرف التا التمر التمر نلاحظ أن حرف التا أحسنتم مشدد أحسنتم أن حرف التا هنا مشدد بارك الله فيكم أيضا الثوب الثوب أيضا الدرس أيضا الدرس 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 الذرة السحاب 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 أحسنتم أيضا في هذه الكلمات في الحروف المتبقية وهي الصلاة الضفدع الطاولة الظهر النمل الليمون إذن جميل جدا أحسنتم إذن الحركة الحرفة الذي بعد اللام الشمسية حركة الحرف بعد اللام الشمسية تكون متحركة أم أحسنتم بارك الله فيكم مشددة أو مضعفة أي يكون عليها شدة أي يكون عليها شدة بارك الله فيكم هذا ما يميز اللام الشمسية وهذا ما يسهل علي معرفة اللام الشمسية وضروري أن أنتبع إلى هذين الأمرين الأمر الأول الحروف نفسها عددها 12 الأمر الثاني الحرف الذي يأتي بعد اللام يكون مشدد يكون مشدد إذن إذن يهمني في طريقة الكتابة إذا أردت أن أكتب جملة مفيدة من ذاكرتي أو أنشئها من مخيلتي فعندما أمر بكلمة لم أستطع أن أتذكر هل فيها لام أو لا مثلا كلمة الصلاة هي لا تنطق لكنها تكتب طيب كيف أدري أنها تكتب أحسنتم بارك الله فيكم يميزها هذا الحرف حرف الصاد من حروف اللام الشمسية أيضا الشدة أحسنتم في الحرف الذي يلي الألف في النطق إذن الصلاة يكون قبلها اللام وهذا ما يميز اللام الشمسية ويسهل علي معرفة اللام الشمسية إذن أيها الأبطال الحرف الذي يلي اللام الشمسية يكون مشددا يكون مشددا هذا في اللام الشمسية تكتب ولا تنطق الحرف الذي يأتي بعدها عددها 12 حرف أيضا تكون مشددة ننتقل الآن أيها الأبطال إلى اللام القمرية ننتقل الآن إلى اللام القمرية أو أل القمرية نبدأ الآن أيها الأبطال اللام القمرية أو الأل القمرية تكتب أحسنتم بارك الله فيكم وتنطق تكتب وتنطق هذه النقطة الأولى وهذه المعلومة الأولى إذن تكتب وتنطق الحروف التي تأتي بعدها نركز على الحروف التي تأتي بعدها لدينا الألف والبا الجيم الحا الخا العين الغين ألف القاف الكاف الميم الها الواو الياء هذه الحروف تختص باللام القمرية تختص أيها الأبطال باللام القمرية عددها أحسنتم أربعة عشرة حرف عددها أربعة عشرة حرف بارك الله فيكم أيضا الآن أريد أن أضعها في كلمات تساعدني على فهم اللام القمرية نأخذ المجموعة الأولى الأرنب ألف الأرنب طبعا سبق وأن درسناها بتفصيل أكثر في الصف الثالث وأيضا في الصف الأول والثاني الابتدائي نحن هنا الآن نسترجع بارك الله فيكم إذن الأرنب أين الحرف أحسنتم هذا هو الحرف جميل جدا يتضح معنا في الكلمات الباقية حرف الباق البنت البنت حرف الجيم الجزر حرف الحا الحليب حرف الخا الخروف حرف العين العلم حرف الغا أو الغين عفوا الغزال ننتقل إلى المجموعة الثانية نأخذ كلمات ثم نبدأ نوضح بعضها حرف الفا نعم حرف الفا الفريق حرف القاف القمة حرف الكاف حرف الكاف الكتاب حرف الميم المكان الذي نعيش فيه المدينة هذه أمثلة طبعاً تستطيع أن تعتو بكلمات بنفس الطريقة حرف الها الهواء حرف الواو الولد حرف اليا اليد واضحة أيها الأبطال هذه الكلمات أيضاً علمنا على الحروف ونركز على نطق ال أو اللام الآن يا أيها الأبطال سأقوم بمسح هذه العلامات وأقرأها أقرأ السطر الأول حرف الألف ال أرنب ال أرنب هل كتبت اللام؟ أحسنتم تكتب ال أرنب هل نطقت؟ نعم نطقت اللام إذن هذه اللام تسمى التي تكتب وتقرأ أو تكتب وتنطق تسمى اللام القمرية بارك الله فيكم إذن الأرنب إذن هذه الحروف أيها الأبطال الألف والبا والجيم والحا والخا والعين والغين والفا والقاف والكاف والميم والها والوا واليا هذه الحروف تختص أو تأتي بعد اللام القمرية أو إذا أتت بعد ألف هي تدل على أن اللام هذه هي لام قمرية أيضا نركز أيها الأبطال نصف دقيقة نقرأ الكلمات في المجموعة الأولى نقرأ الكلمات في المجموعة الأولى الأرنب البنت الجزر الحليب الخروف العلم الغزال نصف دقيقة وأريد منكم تركزوا على الحرف الذي معناه جميل جدا نكتفي أيها الأبطال ونركز على الآن عندما قرأنا هذه الكلمات سنطبق أريد منكم أن تطبقوا ما سنتعلم ما سأذكركم به الآن على المجموعة الثانية ما هي حركة الحرف الذي أتى بعد اللام القمرية أحسنتم الأرنب ألف الفتحة البنت كسرة الجزر فتحة الحليب فتحة الخروف فتحة العلم فتحة الغزال فتحة المتوفر لدينا أو الكلمات التي موجودة لديها الآن أغلبها فتحة وواحدة مكسورة إذن ماذا يدل على ماذا يدل أن هذه الحروف لها حركات أحسنتم أن الحرف الذي يأتي بعد اللام القمرية يكون متحرك طيب لماذا لا يكون مشدد أحسنتم بارك الله فيكم إذا كان مشدد سوف يكون لام شمسية أو هي تختص بالحروف اللام الشمسية ولكن حركة حركة الحرف تكون حركة عادية إذن أريد منكم أيضا أن تطبقوها مع المجموعة الثانية إذن اللام القمرية اللام ساكنة أؤكد عليكم أن اللام القمرية هنا اللام هنا ساكنة أي ليس لها حركة اللام القمرية ساكنة والحرف الذي يلي اللام القمرية يكون متحركا فقط لا يكون شدة ولا غيرا إذن متحركا عفوا لا يكون شدة نكمل في نهاية درسنا اليوم أيها الأبطال نكون قد تعلمنا بارك الله فيكم نكون قد استذكرنا الفرق بين اللامة الشمسية واللامة القمرية من حيث الحركات من حيث الحروف من حيث النطق والكتابة أيضا حركة الحرف الذي يلي اللامة الشمسية يكون مشددا واللامة القمرية حركة عادية إلى هنا أيها الأبطال نكون قد أنهينا الجزء الأول وهو اللامة الشمسية والقمرية من مكتسبات أو مراجعة مكتسبات مكتسباتي السابقة إلى أن ألتقي بكم بإذن الله سبحانه وتعالى في درس قادم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعة وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق في الدنيا والآخرة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر